في ساحة مفتوحة وسط العاصمة كابل يعرض مختار وزملائه أصنافا من الكتب بهدف نشر الوعي بأهمية التعليم والقراءة فرصة أتاحها معرض الكتاب الذي ينظمه ناشطون ومنظمات من مجمع الطباعة والكتاب الأفغاني الهدف من تنظيم هذا المعرض هو العمل لترويز ثقافة الكتاب والتعليم في وقت يواجه فيه التعليم تحديات بلادنا شهدت صراعات على مدار أربعة عقود والطريق الوحيد لإخراجه من الصراع هو التعليم فقط ومع استمرار فرض القيود على تعليم الفتيات والصعوبات التي يعاني منه قطاع التعليم يتحدى البعض هذا الواقع من خلال المطالبة بالمشاركة في معرض الكتاب ويخلو المشهد هنا من وجود الفتيات وطالبات الجامعات والمدارس حيث تستمر السلطات في منعهن من التعليم المعرض يوفر فرصة للطلاب باقتناء الكتب سيستمر المعرض لأيام وسيشارك فيه عدد كبير من طلاب جامعة كابول وسعر الكتاب أقل من السوق كما أننا ومن هذا المكان نطالب السلطات بالسماح للنساء بالتعليم تحديات تزداد أمام التعليم في أفغانستان مع تراجع الاهتمام بالقراءة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حسب اتحاد المكتبات العامة الخسائر في مبيعات الكتب تجاوزت التسعين في المئة جراء إغلاق أكثر من ثمانين في المئة من محلات بيع الكتب أبوابها لأسباب اقتصادية وأخرى نتيجة لحرمان مواطنات ومواطنين من التعليم بالأساس صفة الله صافي الحرة